فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولهذا نحن قال رحمه الله ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة نعم فنحن إذا تشبهنا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وصدر هذه الأمة فهذا فيه صلاح وهو أمر مقصود قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فالتشبه بأهل الخير والسلف الصالح هذا مصلحة لأنه يجر إلى فعل الخير وإلى الصفات الحميدة وعلى العكس تشبه بالمغضوب عليهم والظالين يجر إلى الشر والتخلق بأخلاقهم وفعل أفعالهم ومبتدعاتهم قال لما يورث ذلك في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين قال لما يورث ذلك من محبتهم وأتلاف قلوبنا بقلوبهم وأن ذلك يدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك نعم هذا تقرير لما سبق من أنه ليس النظر إلى الفعل المتشبه به وإنما النظر إلى ما يترتب على ذلك الفعل من صلاح أو فساد هذا هو المقصود التشبه بالصالحين يكسبك أخلاقهم وسماتهم والانضباط بما كانوا عليه والتشبه بمخالفهم على العكس